السلام عليكم خوتي وشاركو ملاباس بخير كما وعدتكم باش نديلكم الفيديو هذا تعال الاجويبة والاسئلة شوفوا خوتي كما قلت لكم بدون تحيز خديت برق الاسئلة اللي ضرورية نجاوب عليها ونحط كما قلو كما قلت لكم نحط الاسماع ونقول لكم شكون ونجاوب عليه وانما ما تزعفوش على يا ربعمية وعشرين او تنين وعشرين سؤال يعني بزاف على هديك انا مندك انتفادى هاد الفيديوات على الاسئلة باش ما انحرطش الناس يقول لك كيفاش انا ما حطيت انا ايش ولا المهم احنا الفايدة من هاد الفيديو انه انا نعطي رأيي وانتم ما تعطوا رأيكم تانيك في لي كومنتر اللي راهوا معايا في نقطة اسكورك مختلف معايا في كل النقاط يعني هذا هو الموضوع تعني ونقيموا القيموا الاسئلة كاي سؤال جد مهم وعلي هديك انا يلي درت حبيت ندير هاد الفيديو عليه باش نجاوب عليها نخله هو الاخراني كاي نزوج اسئلة سألهم لي سؤال سؤال مهم جدا خليته هو اخر الفيديو اللي هذا هو المهم والشعب الجزائري تقريبا او الجمهور الجزائري تقريبا كامل راهوا يسأل عليها قبل ما نبدأوا على الصفقة اه ساعد برنارح ما يخي لابلكم اللي اللي اسمه الصحفي تاع بين سبورت في الصفحة التاعو على الفيسبوك الرسمية كي ما را كنت شوفوا اللي هنا ايا دار رسميا ساعد برنارح ما في ويست هام وهذا صحفي يعني ما يلعبش بالبلاس تو ما يلعبش بالسمعة التاعو وما يلعبش تانيك بالشركة اللي راهوا يخدم فيها بين سبورت يعني المعروفة وقان عارفو يعني مستحيل يمد رسمي لو كان قال بقات شعراء ولا راهم قريب قال رسميا وباركلو يعني المهم انه على بالكم حنا اللي اللاعبين توانا باش ينتاقلوا يكرر مشي باش ينتاقلوا يعني حتى الاندية تعلن على السفقات الاخرين بصحتها وانا توجر شتو معا واسمه معا محمد فارس وشتو تانيك معا واسمه معا بالعمري حتى في اللي يلقع فاجؤونة لوحدة تعليب جداروها مع انه الصحفي واسمه ابو عبد الله خمس سوايا قبلها قال رسميا نراهون تاقلوا السنية وكده 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 يعني ما تقلقوش ياره هي رسمية وانما باش يعلنوا عليها ممكن في الليل ممكن حد الان ليران يصور او في الليل او غدوة الصباح بكري هاكده اخوتي ما تتقلقوش المهم يعني كي قتلكم باسبورت هادا كي مستحيل يلعب بالسمعة تعوي السمعة تعبين سبورت نجو الاسئيلة اللولانين اللولانين اللي طاح في يدي بلكن غلط في الاسمه امره ولا راجل العلم عند الله المهم كي ما راكو تشوفون نازيم هادا يا قال لي هل انت مع مواجهة منتخبات كبيرة وعالمية كالمكسيك وغيرها هل حانا وقت للتغيير تغيير بلحي بعد المستوى المتوسط نبدأ بالسؤال الاولاني اللي سؤال يعني جدا انا خمم سيح قبل ما تقول لي انت عليه شوفوا خوتي احنا عندنا بالماضي بالماضي هادا عنده عقلية كيمة احنا يا بالماضي احنا كينا نواجهه المنتخبات القاوية مليح باش نطوره من المنتخب بتاعنا وانما هادا يا راني شوفيها شوية راه يضرب لانه بالماضي يدخل دايما بالتشكيلة الاساسية اللي راه يلعب ضد منتخبات قوية وما يحبش يخسر ما يحبش يخسر فمن داك من داك لازم يكون ماتشحك دايا شوي يخفيف اللي يجيب ويجرب فيه فهمتوا ويجرب فيه اللاعبين من ناحية تغيير مبولحي بعد المستوى انا قلتها لكم في الفيديو وقلت لكم باللي انا مبولحي هايل هايل وانما نتمنى انه وما تنسوش باللي راهو كبر نتمنى انه في المستقبل نجيبوه محارس دو كما قولوه صيفات تا الكورة الحديثة اللي يلعب برجلو اللي يلعب كونفيون بالرجلو هادا هادا وش راني نتمنى مبولحي لو كان جاي يلعب برجلو مع اللاعبين نتمنى ما يتنحاش حتى نهر يعتازل هو هذا يراني جاوبتك نجول هدايا لاوي بلاي هدايا اسألني سؤال اه واسمه لا لا زينو زينو زوج المهم سألوني هات سؤال العلم عند الله خوتي المهم السؤال هو اللي يهم هل اخطأ الكوتش القادير جمال بالماضي بيترك عدلان قديورة بعد تلقيه الاندار اه هنا يا ولو لم يخرج قديورة هنا ما نقدرش نقول لك اخطأ ولا لا 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 كين بزاف مدافعين ياخدوا صفرة واحدة وما يخرجوش ويكملو وما يزيدوش يديرو حمرة يعني شفنا هادي يومي ما تقدرش تعرفوش رحي يصره هدا هو وبعد نجول الموضوع تعقديورة هنا ما ما فيهاش اخطأ هادية هادي قديورة دار غلطة مور السفراء المفروض هو يتحكم في عصابه وما يداش هو اصدم برجلو ديرك لان واحد نسيت 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 سؤال لا راه وهنا ولا لا لا المهم واحد لا لا راه هجاي المهم نورمالموره هجاي ونجول قللك من افضل لاعب في المباراة هذا غامرهاده ولماذا انا ما نقول لك احسن لاعب بالمباراة انا نقول لك احسن لاعب wears المتخب منذ قدوم جمال بالماضي هذا وجهة نظري الشخصية تعرفوني نحب محرز تعرفوني نحب الرحمة وإنما صراحة لنرفع له القبعة واللي اللعب المفضل عندي في المنتخب مش غير في المباراة هذه في المنتخب ككل هو بن ناصر لماذا؟ لأنه هو القلب النابط تعواصل ميدان المنتخب الجزائي دو طيراز عالي بدون بن ناصر يعني رح تسوفري لوسط الميدان يعني رح يسوفري كما قلتمпон من ناحية المكان اللي قلب يعني القلب تعرف الإنسان يعني إنسان جزء عنده قلب هذا هو القلب كيف تنحيي القلب للإنسان يعني أنحية إنسان هل تتوقع أن نذهب بعيداً بهذه التشكيلة في تصفية كأس العالم؟ لأنه لدينا تشكيلات لعب حرارة تشكيلات تنافس مع أندية كبيرة وما تخسر مع كولومبيا ومع وسمه مع الميسكي لو كان مخرج لنا قديورة للسؤال الذي يقال عليها قديورة ثانية كرار ودوك راهوجة لو كان يمشي قديورة قلت لكم مناية المباراة تخلاص ثلاثة نورمال ويعني كنت تشوفوا بلا بالليلي بلا بالعمري بلا فهم يعني نتمنى وحنا يعني صراحة نقدروا نروحوا بعيد حتى فلا مشيش تصفية أنا فلاكو بديموندو على يعني نروحوا بعيد بإذن الله نجل الوسم والسؤال هدايا قلت تقييم حاكم المباراة في رأيك هل كان ظالم هذا هو الموضوع الذي قلت لك على قديورة ليسكساني ما كانش ظالم من ناحية قديورة ما كانش ظالم لأنه قديورة هرب له الجوار في وسط الميدان كانت رح تكون هجمة مرتدة قديورة جبدو متريكو تدى صفرة هذيك عادية نورمال أما الحفرات بقديورة حتى رجل وديرك حتى رجل وديرك هيدا يعني لو كان قاسو في رجل ويكسر ويهبلو يعني على هذي اللي ما نقدروش نقولوه باللي يعني ظالم في هذي ما نحكيش عن مباراة كاكل اللي قتلي إذا كان ظالم يعني ظالم فهذيك اللي اقتارك تقصد نجل هذا يصدر من هم اللاعبين الذين حان وقت رحيلهم من المنتخب وكيف سيتعامل بالماضي مع هذا الوضع شوف يا أخويا العزيز راني معاك في هذي السؤال وإنما مشي الراحل كان لعبين لي حان وقت أنهم ما يكونوش أساسين يكونوا كجوكر يكونوا يعني كان لعبين مثلا مثلا كما ركت قولينتا يا إبراهيمي قديورة هذي ما المفروض أنهم يكونوا جوكر يكونوا عندنا لعبين اللي أقوياء اللي يمدوا كما وش كانوا يمدوهما زمان ما زرهم يمدوا على كل حاج وإنما يكونوا كجوكر بشيريح اللاعبين اللي أخرين يعني حطهم في مباراة كنكونوا ربحين طروازيروا يدخلهم ما ركونوا شايفين ولا يدخلهم في مباراة اللي تكون حتى وتصفيت ولا مباراة رسمية بسح تكون مباراة مع نادي مع المنتخب اللي يكون ضعيف شوية أسئلة إن شاء الله برك نكملها هل تظن أن المنتخب الجزائري رديه رأس حربة متالي باستثناء سوداني وهل على بالماضي إيجاد رأس حربة أسرع وقت؟ نعم على بالماضي إيجاد رأس حربة أسرع وقت لأن سليماني راهو كبر يعني كبر 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 سوداني سوداني ما راهوش مهاجم صارح سوداني ما راهوش مهاجم صارح ودخل جوتاني كالاندي ديلور سوداني يلعب أكثر شي كجنح أيما كماري يضم حرز وإنما يلعب كمهاجم وإنما لازمنا مهاجم يعني صارح صارح المشكلة تانا أنه بالفوضيل لتبليسة لو كان مالشي بالفوضيل كان نقدم أداء جدا 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 لازم يكون يكون ماشي رأس حربة واحدة يكون عندك زوج حتى بونجح كي ما يكونش فنهارو تقدر تبدل بيع فهمتوا ويتكون المنافع ساحة جمليحة سؤال جدا جدا مهم نجو الحامة هذا يا قلي طهرات كان الحلقة الأضعف في دفاع على بالماضي أن يتدارك لأن طهرات لاعب ضد لاعب في مواقف حاسمة ليس موفق بون طهرات يعني ما نقدروش نمتكله با بوسمه بالعمري بالعمري نقول لك علاش لأنه طهرات ما ما نكشفت اللعبتها والدفاعتها وما حتى يدخل بخشونة وإنما بالعمري كي تشوفوا يلعب يا خوتي مشي نار نار يا حبيبي نار كي ما يقول لك يعني تشوفوا عنده واحد يعني يعني عانيف عانيف مشي بطريقة لي يدي حمرة عانيف كيفش يدخل على الجوار كيفش يديلوا الباقي يدخل عانيف عانيف كل ما ما نقدرش نزيل نقول كترها الله يبارك وإن شاء الله بالماضي لازم يشوف إنه واحد كي ما هذا اللي لازم هو اللي يعوضه وهذه هي نجو الوسمه الميمو إن شاء الله يكون مشي هو نفس السؤال ميمو قال لي وش الكوتش بالماضي غلط كي ما تدخلش برنا رحمة على الأقل في الخمستاشر دقيقة قبل نهاية المباراة لا ما غلطش كي ما تدخلش برنا رحمة نقول لك عليهم بعد راني يجاي لأن كان السؤال يشابه لهذا يا شوية ما غلطش لأنه أولا برنا رحمة نجاوبك من ناحية سؤال تاك لأن كان السؤال اللي لازم نجاوب عليها بالناحية واحدة أخرى لأنب الرحمة كان في وقت الميركاطو كان يعني يراه مشوش عقليا ما يقدرش يدقلوا في مباراة حاسيمة يعني حتى في الخمستاشر دقيقة الخرنية كنا دوادوا لا وعلم ولا وقت سجلوا لنا نو 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 مش يدواد وكان خرجنا بحمرة ما يقدرش يجازب بهم بعد نجي يقول لك إن شاء الله على الموضوع الثاني قال لي شفنا البارح المنتخب يمارس الضغط العالي هذا سؤال جد مهم جدا جدا المنتخب يمارس الضغط العالي على المنافس وهذا ما يؤدي إلى إرهاق شديد هل يمكن للمدرب أن يستمر في هذه الطريقة ويطور الخضر يعني على ممارسة الضغط طوال فترة اللقاء مع أنها صعبة نعم صعبة جدا 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 وإنما شوف الضغط العالي هذا لازم يكون عندك يعني أنه واسمه بونجح ما كانش فيه نهاره لو كان كان بونجح فيه نهاره وقدر هذا الضغط العالي وتقطع على الكورات واللي تختار بها خطورة وتماركي بها بيت ولا زوج ولا ثلاثة تروبوزي كي ماشته يا أخي غواردي ولا بون يخدمها بصح كي ماركي ولا يروبو كي ماركي لا يروبوزي انت بهذا الضغط العالي تسيي كيفاش تخدم به اللي تهرب فارق النقاط بالأهداف واحد ولا زوج زيرو وبعد تولي ترتاح وتختم لهم لي كونتراتاك يعني هما اللي يولو ييعطو لك المساحات فهنا يا انت ترتاح يعني ما تقدرش تلعب ضغط عالي وانت باريك زوم زيرو زيرو كي ماشفناها في الماتشلة تعاوز متعال في نال تانيك اللي يعني اللاعبين يقدره بصح من الشيخ على طول ولا كل مبارايات متتالية نضم انه فهمت المقصودة تاعي نجو هذا يا زيد قال لي علاش الشيخ بالماضي با يعطيش التيقة في اوكيجا مع العلم انه للعام الماضي تعلق بزاف فهذا الموضوع فهذا السؤال بوي اتقل انا سألت فيه وانما ممكن هنا السؤال ممكن بالماضي راه يشوب اللي اوكيجا ما راهوش واجد وشوفوا نعطي لكم صورته تلعبين جدد مرة الخبرة تنقصهم بالخبرة هذا وحبيت نقول له ما راهوش واجد بشيرون بلاسين بلحي امام المبارايات القبرة لان بلحي عنده خبرة ما راهو تلقى اهدافي عني اخطاء شوية هكذا اللي دارة وانما من ناحية الخبرة هذا وحبيت نقصد اوكيجا بالوقتي واللي يدي بسح ولكن لازم نح حارس واحد اخر حارس اللي لعب الرجل هدي هي اللي ينتمنها نجول السؤال هذا يا لا لا يقل لي واش رأيك ريتم اللاعب لكن ريتم اللاعب لكل من براهيمي وفغولي وقد يراه حقا تقدموا في السن بوم ان شاء الله ما نكون شراطيت واحد السؤال اللي مهم جدا على براهيمي قارك وتهدروا عليه شوف نقول لك حاجة قد يراه يعني انا قلت يعني ما تقدرش تبون هايل 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 يعجبني روعة وانما ما تقدرش تتكلع ليه يعني امام كما ما قلوه لاعبين سريعين صغار في السن وسريعين يكونوا مراويغين راح تعاني يعني راح تعاني يعني راح تعاني وراكشتوها اللودادة حمرة يعني علاجة لهذا السبب فغولي فغولي حتى وما قولوش معجبنيش فغولي كان في المباراة مليح وانما ما هوش فغولي اللي كنا نعرفوه زمان فغولي يمس لي بال بالزاف يتيري على المرمى بزاف يهد ضد المرمى بزاف يعني في الماتش الاخراني شفناه يعني حتى وما التمريرا حاسما ما نحسبش تمريرا حاسما نحسب تسعين دقيقة راني نتكلم خوتي على تسعين دقيقة فهمتو يعني هنا يا واسموش كونتانيك براهيمي براهيمي دو كنجول سوالتها وبراهيمي يعني فنان ولكن دو كنجولي ان كان سوال دو كي ينطابق عليه نور مالمو قال لي هذا يا نور هاوليك على براهيمي نور قال لي رأيت حملة حملة استصغار او تقليل من جمهور الجزائر على بعض اللاعبين وخاصة ابراهيمي بو مش يمليح انه نستهزئو بيه ولا حاجة مش يمليح يعني صراحة لانه لا عبره لابس القابس المتخب الوطني وتمنى انه ما تكونش متل هاد الحمالات ولكن الموضوع تعبراهيمي الموضوع تعبراهيمي ليعنس انه لي كتير براهيمي ورهتاني كهنا من التعويض كنفغولي وبراهيمي وقدير ره Werker براهيمي كمش يعني ا Reactمد عليك وهل لماذا يعتمد عليها بلي لماذا يترجع عليها بلمادي وهل يدخل مع التعجم البي势 الا Mudder عن 해�sizedef video لقد ابراهيميippers قلت لكم انقبراهيمي الدغري continued ف agreement ello متأحص لشهر اي تعليم كلها لأن براهيمي حتى هو لاعب مهاري ويراوغ لا يدخل في الخطة تأسمه جمال برماضي لأن جمال برماضي يحب السرعة يصل الكورة بسرعة براهيمي برماضي يكون طراطاك يشد البانو يقعد يزير بها حتى المرمى بشي مداد صاحبه يكونوا قاعدوا ورجعوا فهمتوا يعني يعطل لك اللعب وإنما حتى الرياض محرز لي لاعروفة كورة في العمق سيقوم بتحرير محرز من المحرز في الشرعة يدخل هذا المج方 يحب الملح وعلى هذيك اللي شفنا شوية على حساب الوجهة الناظر تاعي فابراهيمي يقعد يدور من داك من داك يجري يخرج له واحد يحبس يبدو دور بظهره يدلو عفسها كدايا ويروح يكونوا ووصلوا لأخرين فهمتوا يعني يعطل لك اللعب اراهيمي هذا هو المقصود او انما لعب رائع يعني يليق يكون كا جوكر ورانا قل لك ما نيسا ما نيسا هدايا او هادية قل لك عن الهفوات الدفاعية يعني ما كانت بالعمري وسط دفاع كانت بينه قلت هدايا جاوبت انا بالعمري لازم نلقى باديل تواولي ان بالعمري ما كانش ما ما كانش كيفه في المتخب حاليا لا تقول لي لطهرات الاوال وصراحة يعني اغاري شيف كي ما قلت جول سؤال هدا يا بيرو بن غالي بلغالي قل لي هل تتوقع ان بالرحمة سيختك مركز الجانح الایصر هدا سؤال موهم الجانح الايصر من يوسف ابن ليلي صراحة لا على بالك بالي نحب الرحمة وعلى بالك بالي ند دفضي ونترجعهم صراحة لا لأن اللعب تاع بالعمري واللعب تاع بالرحمة يختلف اللعب تاع بالليلي يقتلك تاع بالعمري اللعب تاع باليوسроб الليلي كهجوميا يتمثل باللعب بتاع بالعمريكا دفاعيا هاد الزوج اغاري سيف هوا ما الاغاري سيف في المنتخب الوطني هوا ما وبالناصر تاني بصح هوا ما اغاري سيف عبك بالليلي كيكون يدخل يدخل كي تكون عنده بالون ديرك للقدام يعني يدخل ديرك للمرمى باش يمرر ولا يماركي يعني شوفوا في العب تاع ومام شتوا لي كروشيت عرياض محرس كي كروشيك بالحني ياو يبعتك تسحلك نو بلعب وسمه بالليلي تشوف لي كروشيك بالعنف يعطيك بكروشي شغل عانف هاده هو اللي يحب الماضي هاده ومن في استرجاع الكورة تروح للكورة ولا يدخل عانف يعني هاولي يعني بالرحمة ما زال ما عندوش بصح يكون بديل تاعه قال لي هل صحيح المنتخبات هادي السؤال هاده يا بزاف سونا عليه قالوا لي هل صحيح المنتخبات العالمية ضعافت بزاف كما يقول علي بن شيخ جاتني وحدة الربعة خمسة ستة روح وتلقاوهم على كل حال ونجاوبك على هاد الجوال جاوب هدا هاد الهدرة المنتخبات اضعافت انا هدرتها صافي لونطن ونهار ما افتحت جد وانما باهدرتها هدرتها بنية واحد اخرى مش شي معلبي ايش عنا نية عبد الشيخي فاشراهي وانما صراحة انا كهدرتها قتب لي هاد هو الوقت باش نقدرو ندو لقوب دي مونت علاش باش ندو كأس العلم لان الاندي المستوى التح هم خافض المنتخبات المستوى التح هم خافض مقارنة بالزمن وحنا المستوى التعنا الزاد يعني هادي هي الفرصة يعني فرصة اللي تزيدنا في البورسونتاش كتر باش ندو مش شي معانتها لنو احنا عران املاح لان هادوك اللي نقصوا احنا بقينا بلاستنا اللي نو احنا زدنا وهو ما زادوا نقصوا شو يعني عندك فرصة يعني تارك في المرتبة الاعلى عندك فرصة كبيرة باش تقدر هادي هادي نيتي انا نهار ما اقول لها بنشيخ كيفاش قالها العلم عند الله وش من نية تاعه نجو السؤال المهم جدا اللي يعني الجامع كبارا كتشوفوا اللي هدا يسكساني كاغلابية الاسئيلة هاكذا وعلاجة لهات السؤال اللي انشفتوا في الفيديو في الكومونتاب قبل ما ندلكم معطوني اسئيلة علاجة لهات السؤال اللي طرحت لكم هاد الموضوع باش نقدر ندير الفيديو قلت ما عليش نجمع اسئيلة واحدة اخرى قلت لك هل تأخر بالماضي يعني اجمعها كما ركو تشوفي قلت لك هل تأخر بالماضي في التغييرات نقول لك ما قولوش تأخر في التغييرات انا نعطيلك الوجهة النظاري وهدي قوش هدرت وجهة النظاري يا خلفي ممكن نكون غالط في كل شيء هادي وجهة نظاري اه بالماضي متأخرش لماذا متأخرش نقول لكم عليش متأخرش بالماضي بالماضي لي انه اللاعبين اللي يدكل عليهم بالعمرية ما كانش موصاب اه قلت لك موصاب ما كانش وربي يحفظ ربي يستروا ان شاء الله بالعمرية راهو في ليون اه واسمه بغداد واسمه بالليلي تانيك ما كانش شكون تانيك اللي ما كانش اسليماني ما كانش يعني اللي عندهم خبرة يعني حتى انه باش يغير لك يدخلك بالرحمة في بلاست براع هيمي يا خوتي بالرحمة اللي راهو معالا كما يقولوا معالا انتقالات المقتع وراهو بعيد ورانا خاصرين وزيد من الفوق انه بالرحمة ما زال ما وصلش ما زال ما عندوش الخبرة هاد الخبرة هنا في التغييرات هذي قضية خبرة يعني حتى انه كيدخل ديلور ديلور ما عندوش هذيك الخبرة واسمه يعني هو بالماضي حاب يخلي حتى وانه متعبانين يكملوا الدقائق هذي بالناس اللي عندهم الخبرة ما حابش يجازف يدخل الناس اللي ما عندهاش خبرة حتى ديلور راهو لعب مع المنتخب الوطني بس حما زال ما عندوش الخبرة اللي يلعب مباريات كاملة وعلى باكم هذيك اللي قالوا لي هل حان الوقت يعطيلو اسمو يعطيلو ام فرصة نعم يقدر يعطيلو فرصة وانما يجربوا قبل في المباريات الودية السهلة فهمتوا يعني هنا يا بالماضي ما حابش يخرج باش ما يجازف كان قادر لو كان بدل كما ركو تقولو باريقصمبل وكان بدل على البكاري كانت قادر لعلى اللي حسن لان التشكيلة هذية لعبت لاكوب ديموند وتشكيلة هذي اللي لعبت لاكوب ديموند وتشكيلة اللي لعبت لاكوب دافليك ما يعملش الضغط العالي كيما رياض محراز ولا كيما كيما ابراهيمي ولا كيما فهمتوا حتى ابراهيمي ما كانش مساعد كيما قلنا من نقطة الضغف تاعو اللي حيناليا بسح يعمل الضغط يعني كعندهم خبرة لعبين الموضوع انه موضوع قاضية خبرة هذا ما كان خوطي وساوني تانيك على يوسف عطال يوسف عطال ما تاتت المهم تبحر لي وسموه يوسف عطال يوسف عطال صراحة انه راهو في حالة شكلي انه يتصاب بزاف يوسف عطال يتصاب لضرجة كبيرة اللي الناخب لازم يعتمدش عليه يعني بزاف بزاف خوطي يعني دو كان جولة بغولاكوب ديموند طار يزوب بلا تصفية اللي يحتاجك فيها بالك تصاب لي بعيد الشب دي جارة هاركوا تشوفوا كل ما يدخل يتصاب كل ما يدخل تصاب الريحانة بلا واحد وقال له هاديك اللي جاب وسمه جاب ريدة حليمية ريدة حليمية انا قلت لكم كان دفاعيا مليح حتى وكان مساهم في الهدف فانا نحكي على تسعين دقيقة ما نحكيش على لقطة ولا زوج دارهم حليمية كان هايل في الدفاع وانما سكسيت ناس اللي قرب ليه ويعرفوهم مليح قالوا لي باللي وعنده كيماء عطال يخدم للقدان كيماء عطال ويكون خليفة وممكن لي رمب لاصوته عطال تعصى قالوا لي وسارع جدا 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 انا هادي هي اللقطة اللي حبيتنا فما وصلت لها خوتي ان شاء الله سمحوا لي اللي مادرتش تعليقات بتاعكم يعني ما مخترتش ورامة 400 الله غالب ما نطوش عليكم خوتي وان شاء الله نكون جاوبت على الوجهة النظر يعني انا وكل واحد حرقي ما اقوله حتى وجهة النظر تعوف تعليقات وإذا لاني غالفيني قط يقدر يقول لي المهم خوتي ما طوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام